رأيك إيه في المباراة يمكن مباراكت عصيبة شوي بص بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أحسن حاجة عجبتني في المباراة النهاردة فعلا بأمانة يعني ودون مجاملة لأي حد اللعيبي الأهل والعيبي الترجل النهاردة في الملعب آه حصل إصابات لكن غير متعمدة لكن كنت بتحس إن فيه نوع من المواد ده والحب بين اللعيبة في الملعب يعني يمكن دي أكتر حاجة عجبتني في المباراة كان نفسي طبعا المباراة تخلص آه اتنين صفر ما يجيش فينا هدف لأن طبعا اتنين صفر أحسن من آه تلاتة واحد لكن قدر الله ما شاء فعل آه أنا شايف إن هاكون لي تأثير الهدف ده في المتش القادم أكيد هاكون لي تأثير أكيد طبعا أكيد يعني طبعا زي ما الأخ هيسم قال يعني مبروك للنادي الأهلي فعلا الأهلي يستحق الفوز النهاردة بغض النظر بقى عن الكلام اللي قاله عن الحكم الجزائري كابتل كنت معايا واختلي نزوز مهوم الدربة كنت معايا واختلي نزوز مهومش ضربت جزائري أنا قلت لا قلت في ضربة الجزائري الأولانية خلاص وقلت في ضربة الجزائري الثاني الغاية ما شفتها تاني لا فعلا لما وليد أذره اتشد والفنيلة اتقطعت يعني فعلا ديت لكن دي بتبقى وجهة نظر بالنسبة لا هذا حكم مباراة يعني طيب خلينا أقول لك كابتن إكرامي بس في حاجة بس أصغير فضل عشان برضو هيسم بس يبقى حاضر معنا يعني بيقولوا أن الحكم ظلم الترجي النهاردة على ما أعتقد أن الهدف بتاع أنرامو لو تتذكر شفت جالك منين؟ لا فيه تاريخ أحمد فتحي وقتها في المبارات هذيك أنا مش عارف أحمد فتحي ولا مين في المبارات الذهاب طالما مش عارفي بقى فيه شعب أنا لسه جيالي دلوقتي كان موجودة الهدف بتاع أنرامو في الرادس يعني لأ دي كانت واضحة جدا بالنسبة للحكم بص كل الحاجات دي تبقى تقدريها بالنسبة للحكم